صباح الخير وحياكم معنا مشاهدينا في بداية حلقتنا من صباح الخير يا كويت وإن شاء الله اليوم ستكون لدينا كثير من المواضيع والفقرات بالإضافة إلى موضوعنا الذي نسول فيه أنا وإفتخار لكن دعوني أصبح على زميلة إفتخار صباح النور صباح الخير أسمى أجمل صباح عليكم مشاهدينا انطلاقة صباحية جديدة مع بداية عطلة نارية الأسبوع وانتمنى لكم إن شاء الله عطلة سعيدة صباح نفتح في نوافذ التفاؤل السعادة الحب والراحة والأمن والأمان والاستقرار ودائما في المعودناكم في صباح الخير يا كويت نقدم لكم مواضيع نسأل الله أن نتنال على أجابكم اليوم كلمة التفاؤل جميلة يعني مجرد ما نقول تفاؤل تحسينه براحة أسماء صحيح افتخار يعني طبيعة الإنسان يمر بكثير من المشاعر والأحاسيس وأحيانا يعني يمر عليك موقف أو في يومك يتغير مزاج الإنسان وهذا شيء طبيعي لكن لابد أن الإنسان يحاول أنه يتخطأ أي موقف يصير معانا لا يتم هذا الموقف من الصبح لغاية نهاية اليوم وهو للحين يحس في التشاؤم والنهوة يعني متضايق وهذا شيء طبيعي حق الإنسان لكن شلون هو يتخطأ هذه الأمور لأنه فعلا رح يأثر عليه تأثير جدا كبير وممكن يأثر ترى على اللي حوالينا يعني أشخاص ما لهم ذنب النهوة فعلا يشوفون هذا الشخص يحس بيتشاؤم أو مثلا متنرفز ومعصب وإذا كان عنده أسرة بعد ينعكس على الأسرة أكيد اليوم يقولون تفاؤلوا بالخير تجدوا وكل متوقعنات يمكن أن تقولون الكلام سهل بس التطبيق صعب بالفعل اليوم فيه سلوكيات وفيه أطباع لازم نكتسبها لازم نتعلمها نتعلم اليوم البودكاست موجود باليوتيوب وأيضا الكتب متوفرة يعني فيه بعض ما يحب يقرأ ولكن يحب يسمع صحيح والبشر أسماء بعضهم سمعي بعضهم بصري لذلك لازم نتخطى الحياة خلقنا فيها في نمع العشر يسرى يعني ما في حياة كاملة السعادة ما في حياة دائما إحنا مرتاحين لابد هناك مناقصات هذه نقول العقبات تلمر فيها تأكدوا أنها راح تسقنا راح تعطينا قوة وبعدين عقب ما تخطون راح تفتخرين في نفسك اوه أنا سويت هذا أنا انجسك لهذا لذلك نقول تخطوا وتفائلوا وبالنهاية كتبة رب العالمين وربتش نحن نقول ذلك حب رب العالمين أحد ابتلى أكيد صحيح صح كلامك افتخار ولازم الإنسان يكون عنده هذا التفائل والأمل لأن من غير التفائل والأمل الإنسان ما يقدر يكمل حتى يومها 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 يكون يعني ساعات بالنسبة له فاشنون السنوات اللي عيشها فعلشان شديد دائما الإنسان يحاول أن كثر ما يقدر يشوف الأمور الإيجابية في حياته الأمور يعني اللي هي نعم كثيرة ترى عندنا نحن الواحد لما نعدها ويشوفها يعني بالعكس يحمد رب عليها يمكن في بعض الأشخاص يتمنون هذا الشيء اللي عنده وهو يمكن يكون متدمر منه فأنا يعني دائما أشوف أن هذه الأمور فعلا تخلي الإنسان يحس بالتفائل خلي الإنسان يحس بالهدوء الراحة والسكينة لما يشوف أنه هو بالعكس بخير ونعمة ولا تصل في هذه المقارنات يعني لا يشوف غيره أن شمعنا فلانة أو فلان وليش أنا صار فيني نشدي هذه كلها أتيب التشاؤم وتخلي الإنسان عاجز عن أي شيء ممكن أنه ينجزه فمجرد أنه يفكر هذا التفكير هذا ممكن يضر نفسه ويضر اللي حوالينا وبعدين ما راح يتطور أصلا ولا راح يقدر أنه ينجز فالمفروض أن الإنسان يتطور للأفضل دائما رغم كل الظروف اللي تصير معنا حتى لو كان الظروف يعني معقبات محبطة راح تتعلمها أصلا وبالعكس راح تخليها تخطى كثير من الأمور والأزمات اللي مر فيها بعض الأمور مشاهديننا نقول ظاهرها يكون قد أنه في شار أو أنه متعب أو أنه حزين وبعض الأشياء سبحان الله باطنها هو خير لك قد يبتل الإنسان في أشياء ما كان متوقعها ولكن إذا ابتعد عن هذه الدائرة شاف أن هذا كانت خيرة له هنا أسماء أنا أعول على القناعة بالنفس وعلى الرضا بدل ما قالت أسماء عندنا نعم كثيرة نستشعرها الصحة العافية الأسرة الأمل الاستقرار هذه النعم لله الحمد تغنينا عن أشياء إن خسرناها اليوم التفاؤل جدا مهم أبدو يومكم من أول ساعة بالتفاؤل أذكار الصباح واحد يستشعر الأمان اللي هو فيه هذا كلها رح ينأكس بالتالي عليكم قالت أسماء نقطة جدا مهمة أنا اللي فيني من ضغوطات نفسية معكسها على الآخرين لأن الآخر قد يترجم انفعالاتك بطريقة خاطئة ومن ثم تنتهي هذه العلاقة أو أنه يصير بعد ما بين الأشخاص اليوم الإنسان القوي القوي الشخصي أنا دائما أقول وهو اللي يقابل الناس في ابتسامة يخلي حزنة داخله لأن الناس مو مسؤولة عن نفسيتك أو عن ظروفك اللي قاعدت مر فيها أنا حنا هل قبل يقولون عندنا مثل كويتي جميل جاء بني ولا تغديني أنا بشوفك مستبشر لأن ما بينه بينك إلا السلام ما بينه بينك إلا الابتسامة ومن ثم ممكن تفتح لك أبواب كثيرة من بعد التفاعل لأن سبحان الله الإنسان إذا تفاعل بالفعل رب العالمين راح يرد للتفاعل في نتائج إيجابية صحيح ونحن في بداية يومنا وبداية هذا النهار لابد من الإنسان أنه فعلا يتفاعل ويشوف كل الأمور اللي يعيش فيها وأنها أمور جميلة حتى لو كانت بعض العقبات خلكم متفاعلين معنا في صباح الخير كثير من المواضيع